عندما تطلق الشائعة زي بالزبط كده اللي حصل في دومياط قال لك يا جماعة محافظة دومياط بتهدم مكتبة مصر العامة في المدينة انا كراجل نص دومياطي امي دومياطية خلاني دمائط لسه كنت في دومياط من كم شهر لما رحنا مدينة الاثات فانا اعتقد يعني ان انا دومياط بالذات تهمني جدا يعني جزء من منبتي صح كده هو مين قال ان فيه حاجة بتتهدم في المكتبة يعني مين قال ان المكتبة بتتهدم فحد طلع قالك المكتبة بتتهدم ايوة يعني ازاي؟ انت شفت المكتبة مهنومة؟ ازاي اهدم المكتبة وانا بعمل مكتبات جوالة إزاي أهدم المكتبة وأنا بعمل مسرح جوال إزاي أهدم المكتبة وأنا بعمل أصول ثقافة إزاي أنا بابني الحاجات دي أروح أهدم مكتبة المحافظة بشكل عام يعني هنا بنتكلم على المؤسسة اسمها محافظة دومياط أيها تجمعها لا صحة على الإطلاق لكل ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي تواصلنا مع دكتور منال عوض محافظ دومياط تواصلنا إحنا كبرنامج التاسعة فالحقيقة دكتور منال فيه كلامها معنا هي مرتبطة باجتماع مهم جدا في نفس التوقيت بتاع البرنامج فقالت لنا بالنص كده يا جماعة إحنا عندنا خط التطوير للمكتبة مكتبة مصر العامة تحديدا وفيه مخطط إحنا قاعدين بنشتغل عليه عشان مثلا يبقى متفقية طيب بنعمل إيه؟ بنعمل إعادة تخطيط للمنطقة المحيطة بالكامل إحنا عاوزين المكتبة دي تبقى مركز إشعاع ثقافي وحضاري حلو؟ وقالت لنا الدكتور منال فيه كلامها معنا عبر التليفون يعني وإحنا بنتكلم معاه بالنقشة في القصة فطيب هل فيه أي حاجة تفيد أو تشي أو تشير إن حضراتكم نويين تزيلوا المكتبة؟ فقالت على الإطلاق ده إحنا بنشتغل على أو بالأدق إحنا حققنا خطوات كبيرة جدا فيه استكمال الأعمال الإنشائية في مكتبة مصر بعد ما كانت متوقفة أصلا لسنين تعالي بقى لو قف عند الحتة دي مطلق الشائعة عمل القاتي شايف أو عارف أو متأكد إنه فيه أعمال إنشائية كانت متوقفة وتم استقنافها فأول ما يتم استقناف أعمال الإنشائية ده معناها إيه؟ معناها إن فيه لوادر وفيه أدوات واسمه إيه ده؟ آلات بناء وعمال دخلة وعمال خارجة فيبقى ده التوقيت المناسب لإطلاق الشائعة أنا عايزك أنت عزيزي المواطن الضمياطي عزيزي المواطن المصري أخوي الضمياطي ابن خالي إحنا كلنا بقى هنا مصريين فكر في القصة وإنت بتسمع الشائعة كده هو إيه السبب؟ أنا كدومياطي أخب بعضي واروح أبص ما أنا ساكن بقى مثلاً في دومياط أخب بعضي واروح أبص لقى دي أعمال إنشاءات مش أعمال هاد مؤزال لكن أنا ما سكدتش أو بالأدقة ما رحت الشفت طيب واخوي المواطن غير الضمياطي من أي محافظة بقى في عموم الجمهورية لما يجي يستقبل شائعة زي كده مش أسهل حاجة في الدنيا إنه يسأل يعني أنت هتلاقي على فيسبوك بالتحديد كم جروبس بتاعة أبناء دومياط محافظة دومياط اسأل يا جماعة دومياط انتوا بيحصل عندكم كذا قبل ما تقرد تتبنى الشائعة أو تقرد تعمل شير ولايك شوف هنا الشائعة جاي مترتبة انت عاوز تقنعني إنها طالعة كده لا ده ترتيب أعمال الإنشاءات بدأت روح أقول لهم إنه ما بيهدموا المكتبة فعمل لي دوشة شوف كل حاجة لما نيجي نتريس ونبص ونفكر هنلاقي إنه ما فيش أي حاجة خالص هنكتشف إنه هناك حد مصمم إنه يقلقك ويوترك ما هو موسم بكل سنة وانت طيب في المواسم الحلوة بس ربنا يكفيك شر المواسم السيئة ده الموسم بتاع الشائعات مصر قاعدة ماشية في خط حلو وبنعمل اتفاقات اقتصادية عظمة عظمة طب والله هطلع صح ماشي